أهلا بكم سنة خمسة في درس جديد من دروس مادة العلوم الوحدة الثانية حركة الجسيمات هندرس إن شاء الله الدرس الثاني المفهوم الثالث مقارنة التغيرات في المادة بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك لقناة مصر للتعليم الابتدائي هندرس إن شاء الله نشاط رقم خمسة البحث العلمي تغيير حالات المادة من المفهوم كده هو يعني إيه تغيير حالات المادة يعني مادة في الحالة الصلبة هل ممكن تتحول إلى حالة سائلة طيب مادة في الحالة السائلة هل ممكن تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية والعكس يعني ممكن مادة من الحالة الغازية تتحول إلى الحالة السائلة وممكن مادة من الحالة السائلة تتحول إلى الحالة الصلبة ده اللي احنا هندرسه إن شاء الله في هذا الدرس الهدف دراسة التغييرات التي تطرق على الشوكولاتة بتغيير درجة الحرارة يعني هنشوف لما احنا هنقضع الشوكولاتة وهنغير درجة الحرارة بتاعتها طبعا هنعرفين ان الشوكولاتة في الحالة العادية بتاعتها بتوبة في الحالة الصلبة لما احنا هنغير لها درجة الحرارة هل هتتحول ولا مش هتتحول من حالة إلى حالة طيب توقع ما الطرق التي يمكنك من خلالها صهر الشوكولاتة الصلبة وتحويلها إلى شوكولاتة سائلة نخلي بيننا طبعا ايه هي المواد اللي هنحتاج إليها في هذه التجربة كيس بلاستيكي قابل للغلق لوح من الشوكولاتة وعاء صغير من السلك مصدر حرارة ضوء شمس يعني أو مصباح أو مجافف الشعر المهم يكون في حاجة بتصدر ايه بتصدر حرارة كمان هنحتاج ساعة ساعة ايه ايه قوف هناخد دلوقتي خطوات التجربة هنعمل ايه اول خطوة ضع لوحة الشوكولاتة في الكيس البلاستيكي ركز في شكل الشوكولاتة وحالتها طبعا بهذا الشكل كده الشوكولاتة طبعا وحالتها دي صلبة دي ايه صلبة هنقرب الشوكولاتة او الكيس البلاستيكي دي من مصباح الكهرابي طبعا هنعرفين ان المصباح الكهرابي بينتج عنه ضوء وبينتج عنه ايه حرارة انتظر خمس دقايق وسجل ملاحظاتك التغير الذي طرق على كيس الشوكولاتة هنلاحظ ايه في كيس الشوكولاتة طبعا هنكرر الخطوات كل خمس دقايق حتى تنصهر الشوكولاتة هنلاقي ان الشوكولاتة تنصر يعني تنصهر يعني تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة عندما ينصهر لوح الشوكولاتة ويتحول الى سائل صف ما حدث ولماذا طبعا تحول الى سائل يبقى اذا انصهر يعني تحول من الحالة الصلبة الى الحالة ايه الى الحالة السائلة طبعا ضع الكيس الذي به لوح الشوكولاتة المنصهر فوق وعاء صغير من السلج ايه اللي هلاحظه احنا نحط هنا هون دايش شوكولاتة منصهرة هنحطها فين فوق التلج ايه اللي هيحصل طبعا هنا بيقول برضو ايه رقم سبعة انتظر خمس دقائق وسجل ملاحظاتك التغير الذي ترى على كيس الشوكولاتة هنلاحظ ايه هنلاحظ ان كيس الشوكولاتة بعدما كان من حالة السائلة اصبح في الحالة الصلبة يبقى ديه حاجة اسمها تجمد يبقى اكرر خطوات كل خمس دقائق حتى تتجمد الشوكولاتة عندما يعود لوح الشوكولاتة الى الحالة الصلبة صف ما حدث ولماذا طبعا هنا اهو احنا هنقول ايه هنقول ان بدأ لوح الشوكولاتة في التجمد ليه لان طبعا بتزداد مساحة الجزء المتجمد طب الملاحظات بعد ربع ساعة يتجمد لوح الشوكولاتة متخذا شكل ايه؟ شكل الكيس طبعا هنا هو بيقول ليش شوكولاتة صلبة الملاحظة بعد خمس دقائق بيبدأ لوح الشوكولاتة بالانصهار يعني تحول من الحالة الصلبة الى الحالة ايه؟ السائلة طب الملاحظات بعد عشر دقائق بتزداد مساحة الجزء المنصهر طب بعد ربع ساعة ينصهر لوح الشوكولاتة بقت ملو طب شوكولاتة سائلة لما احنا هنضعها فوق لوح التلك يبدأ لوح الشوكولاتة بالتجمد بعد خمس دقائق طب عشر دقائق تزداد مساحة الجزء المتجمد طب بعد ربع ساعة بيتجمد لوح الشوكولاتة متخذا شكل ايه؟ شكل الكيس اللي يهمنا انا في القصة كلها التحليل والاستنتاج ان توجد المادة في كم حالة ثلاثة حالات حالة صلبة وحالة سائلة وحالة غزية يبقى حالة صلبة وحالة سائلة وحالة غزية تتغير حالة المادة من حالة الى اخرى تابعا للتغير في درجة حرارتها يعني انا ممكن انا عندي درجة حرارة معتدلة درجة حرارة باردة ودرجة حرارة ايه؟ مرتفعة حسب نوع درجة الحرارة تتغير ايه؟ المادة تتغير حالة المادة من حالة الى اخرى تبعا لتغير في درجة ايه؟ حرارتها عند زيادة درجة الحرارة تحول لوح الشوكولاتة الصلبة للحالة السائلة يبقى اذا المادة تنصهر بايه؟ بالحرارة وعند انخفاض درجة الحرارة عادة مرة اخرى لحالته ايه؟ لحالته الصلبة وبرضه تتجمد بالبرودة المفروض احنا نفهم كده فكر فيه النشاط ايه المطلوب حتى ينصهر لوح الشوكولاتة طبعا عشان ينصهر لوح الشوكولاتة لابد من تعريضه لمصدر حرارة مرتفعة طيب هل انصهر كل لوح الشوكولاتة في الوقت نفسه لا طبعا طب ليه لن ينصهر لوح الشوكولاتة مرة واحدة هناك قطعة صغيرة ستنصهر ايه ستنصهر اسرع طيب ايه المطلوب لاعادة تشكيل الشوكولاتة الى الحالة الصلبة عشان ترجع الشوكولاتة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة ايه المطلوب طبعا المطلوب ان هي تتعرض لدرجة حرارة منخفضة او فقد جسيماتها مزيدا من الطاقة عند ايه تبريدها هل عادت الشوكولاتة الى شكلها الاصلي لا الشكل لا تمام لان سائل الشوكولاتة اخذ شكل ايه الكيس لأن احنا قلنا أن المادة السائلة تأخذ شكل الإناء الذي تضع فيه فبالتالي لا ترجع الشوكولاتة إلى شكلها الأصلي لكن تأخذ شكل الإناء الذي تجمدت فيه حل الكعالم نشاط رقم 6 إيه هي العلاقة بين درجة الحرارة وحالة المادة يعني في علاقة بين حالة المادة إن كانت مادة صلبة أو سائلة أو غازية ودرجة الحرارة أكيد طبعا تعتمد حالة المادة جزئيا على درجة الحرارة إزاي؟ أولا تحدد درجة الحرارة مقدار الطاقة اللي بتمتلكها الجسيمات في المادة كمان بتحدد هذه الطاقة مقدار حركة الجسيمات بتاعه المادة يعني إيه الكلام دوت؟ يعني كل ما تكون درجة الحرارة مرتفعة هنلاقي حركة الجسيمات أسرع كل ما تكون درجة الحرارة منخفضة نلاقي حركة الجسيمات اللي متكون المادة تكون مالها منخفضة أو أقل أو بطيئة يعني طبعا تحدد حركة الجسيمات حالة المادة حركة الجسيمات أعرف إن كانت دي مثلا صلبة أو سائلة أو غزية من إيه؟ من حركة الجسيمات نفسها إيه المقصود بدرجة حرارة المادة؟ دي مقياس مقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة تاني إيه هي درجة حرارة المادة؟ أقول له إيه مقياس مقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة كيفية تغير حالة الماء؟ إزاي يعني الماء يتغير؟ يتغير من حالة صلبة أو من حالة سائلة إلى حالة صلبة؟ طبعا تتراوح درجة حرارة الماء بين صفر درجة مقوية ومئة درجة مقوية طب إزاي؟ مئة بعد المئة درجة بنلاقي إن الماء بيعمل إيه؟ بيغلي وممكن كمان الماء طبعا لما بيغلي بيتبخر نقطة تجمد الماء هي صفر يعني الماء عشان يتحول إلى تلك أو يتحول إلى أنه يكون في الحالة الصلبة لازم درجة حرارة تكون إيه؟ تكون صفر درجة مقوية أي أن الماء يبدأ في التجمد عند هذه الدرجة السؤال هنا بيقول إيه؟ ماذا سيحدث عند وضع الماء السائل في الفريزر؟ هنجيب إناء موجود فيه مية تمام؟ وهنحطه في الفريزر بتاع التلاجة إيه اللي هيحصل؟ طبعا لما بنحطه في فريزر التلاجة الفريزر يعتبر أكبر مكان فيه درجة حرارة منخفضة في التلاجة فعند إنخفاض درجة الحرارة بتاع المية بتفقد جسيمات الماء الطاقة اللي هي إيه؟ الطاقة الحرارية وتتباطئ حركة جسيمات الماء وتقترب من بعضها تبتدي بعد إيه؟ الجسيمات تعمل إيه؟ تقترب من بعضها عند درجة حرارة أقل من الصفر درجة يتجمد الماء ويصبح إيه؟ ويصبح سلجا يعني يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة إيه؟ الصلبة فيه وهو موجود فين؟ في فريزر التلاجة الإنصار إيه اللي يحصل لمكعب التلج؟ إذا تركه لفترة في الهواء طبعا إحنا عارفين إن مكعب التلج تكون فين؟ تكون وهو موجود في فريزر التلاجة يعني عند درجة حرارة صفر وأقل وسالب صفر يعني عند ارتفاع درجة حرارة مكعب التلج تكتسب جسيمات التلج إيه؟ طاقة أول ما نحوش المكعب من الفريزر يبتدي مكعب التلج يكتسب طاقة يكتسب إيه؟ طاقة فبالتالي إيه اللي يحصل؟ بتزداد سرعة الجسيمات اللي هي مكونة للتلج وبالتالي تزداد حركتها وتتباعد عن بعضها عند درجة حرارة أكبر من صفر بيبدأ السلج فيه إنصهار يعني عند إحنا طبعا في درجة حرارة الهواء العادي ممكن تتراوح مثلا إيه؟ من 20 مثلا لـ 30 في الشتاء في الصيف مثلا ممكن مثلا من 30 لـ 40 فطبعا يبدأ التلج يعمل إيه؟ يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة في هذه إيه؟ في هذه الظروف أو في درجة الحرارة المرتفعة هذه ويبدأ السلج فيه عملية الإنصهار ويصبح إيه؟ سائلا يعني إيه إنصهار؟ يعني تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة إيه؟ السائلة يعني تحول التلج من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يعني إيه إنصهار؟ عملية إنصهار يعني الزوبان أو الزوبان هي العملية العكسية لعملية التجمد يعني الإنصهار تحول من صلب إلى سائل لكن التجمد تحول من سائل إلى صلب وفيها تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة دي تعتبر تغير فيزيائي تغير إيه؟ فيزيائي طبعا عرفنا أو تعرف بعض التغيرات التي تحدث في حالة المادة بسبب درجة الحرة أو تعرف بعض التغيرات التي تحدث تحدث في حالة المادة بسبب درجة الحرة بالتغيرات الفيزيائية زي تحول الماء إلى سلج أو تحول السلج إلى ماء ده اسمه تغير فيزيائي تغير في الشكل ولكن تركيب المادة لا تتغير مثال عند انخفاض درجة حرارة الماء تحول الماء إلى سلج دي هي عملية التجمد ده اسمه تغير فيزيائي تغير إيه؟ فيزيائي وعند ارتفاع درجة حرارة السلج تحول السلج إلى ماء ده عملية انصهار ودي اسمه برضو ايه تغير فيزيائي يمكن ان تحدث بسبب التغير اللي هي تغيرات الفيزيائية يمكن ان تحدث بسبب التغير في درجة حرارة المادة لا تغير من تركيب المادة تغيرات الفيزيائية لا تغير من تركيب المادة تغيرات الفيزيائية تغير من شكل المادة فقط زي ما احنا قلنا تلت اصبح ماء يبقى كده تغير في الشكل تغير في التركيب لا طبعا لا تغير في تركيب ايه في تركيب المادة بالنسبة للتغيرات الفيزيائية في الشكل وليس التركيب 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 ده نقول عليه تغير كيميائي قد يؤدي التغير في درجة الحرارة سواء بزيادتها أو خفضها إلى تغيرات كيميائية للمادة أيضا احنا بنقول ايه قد يعني ممكن ممكن في بعض الحالات بكده ننتهي من شرح الدرس الأول مادة العلوم على الواحدة الثانية حركة المسايمة المفهوم الثالث مقارنة تغيرات في المادة نشاط رقم 5 ونشاط رقم 6 وإلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته